بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط في مادة المهرات الرقمية الفصل الدراسي الثالث سنكون معا بإذن الله في هذا الدرس بدرس المخططات البيانية ونصائح لعرض متميز في الجزء الأول تكلمنا في الدرس السابق وتعلمنا تأثيرات الوسائط المتعددة المتقدمة الجزء الثالث تكلمنا عن علامة تبويب التشغيل وفي جزء لنطبق معا قمنا بحل بعض التدريبات في علامة تبويب التشغيل ذكرنا أنه عند إدراج ملف صوتي تظهر علامة تبويب جديدة لمساعدتك على ضبط هذا الملف توضح الصورة التالية علامة تبويب خيارات التشغيل بعد إدراج الملف الصوتي وتحديد هذا الملف على الشريحة ستظهر علامة تبويب خيارات التشغيل بمجموعة من الأيقونات المندرجة بداخلها أول هذه الأيقونات تشغيل نستطيع بالضغط على تشغيل play تشغيل المقطع الصوتي للمعاينة فقط وليس للعرض النهائي أيضا في علامة تبويب أو في أيقونة اقتطاع الصوت نستخدم خيار اقتطاع الصوت إذا أردت جزء محدد من المقطع الصوتي إذا أردت جزء محدد من المقطع ولا تريد كامل المقطع نستطيع استخدام أيقونة اقتطاع الصوت أيضا في مجموعة تحرير نستطيع استخدام انتهاء التلاشي وبدء التلاشي لإضافة مقدمة ونهاية أكثر سلاسة للمقطع الصوتي نستطيع اختيار انتهاء التلاشي وبدء التلاشي بعد ذلك في مستوى الصوت أيقونة التالية تستطيع تغيير صوت المقطع أو مستوى صوت المقطع الصوتي أيضا كما هو واضح على الصورة في تشغيل تستطيع تحديد تحديد كيفية بدء تشغيل المقطع الصوتي كذلك في تكرار حتى الإيقاف تستطيع تكرار تشغيل المقطع الصوتي حتى الانتقال إلى الشريحة التالية بمجرد وضع إشارة على هذا الخيار أو بجانب هذا الخيار أيضا إرجاع بعد التشغيل خيار إرجاع بعد التشغيل تستطيع عند انتهاء المقطع الصوتي إرجاع المقطع التلقائي إلى البداية كانت هذه أبرز أيقونات علامة تشغيل خيارات علامة تبويب خيارات التشغيل تطبيق عملي على علامة تبويب التشغيل بعد فتح العرض في برنامج Microsoft PowerPoint وبعد إدراج المقطع صوتي على الشريحة بعد تحديدها من قائمة إدراج في الوسائط في الصوت في الوسائط نختار الصوت من على الكمبيوتر بعد ذلك تفتح لنا نافذة إدراج الصوت نحدد هذا الصوت ومن ثم نضغط على أيقونة إدراج بعد إدراج المقطع الصوتي نلاحظ عند تحديد المقطع الصوتي تظهر علامة تبويب خيارات التشغيل وعلامة تبويب تنسيق الصوت في علامة تبويب خيارات التشغيل تستطيع تشغيل المقطع الصوتي للمعاينة فقط كما ذكرنا أيضا تستطيع اقتطاع الصوت بعد الضغط على الأيقونة ستظهر نافذة اقتطاع الصوت نستطيع نحدد أو تحديد والوقت الذي نريد الصوت الذي نريد بوقت اقتطاعه في انتهاء التلاشي تستطيع تحديد المدة لانتهاء التلاشي وبدء التلاشي أيضا في مستوى الصوت منخفض متوسط عالي أو مكتوم تحدد أحد الخيارات الموجودة كذلك في تشغيل لتسلسل النقر أو تلقائيا أو عند النقر تستطيع اختيار أحد الخيارات المناسبة لعرضك التلاشي التقديمي تكرار حتى الإيقاف أو تشغيل عبر الشراح تستطيع تحديدها لتطبيقها على المقطع الصوتي إخفاء أثناء العرض أو إرجاع بعد التشغيل لإرجاع المقطع إلى البداية بعد انتهاءه أيضا أنماط الصوت إذا أردت بلا نمط أو تشغيل في الخلفية أيضا تستطيع الاختيار بين أنماط الصوت هذه الأيقونات موجودة في خيارات في علامة تبويب خيارات التشغيل أيضا في الدرس السابق قمنا بحل بعض التدريبات في جزء لنطبق معا التدريب الأول كان أحدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي أولا جميع الانتقالات لها مدد افتراضية مختلفة ذكرنا هذه الجملة في الدرس السابق وذكرنا أنها جملة صحيحة الجملة الثانية يحدث تأثير الحركة عند الانتقال من شريحة إلى أخرى أثناء العرض التقديمي أحسنت الإجابة خاطئة لأن تأثير الحركة يحدث داخل الشريحة في الكائنات الموجودة داخل الشريحة لا يوضح تأثير الحركة طريقة ظهور الصورة أو اختفائها تدريجيا كانت الجملة لا يوضح تأثير الحركة طريقة ظهور الصورة أو اختفائها تدريجيا أحسنت الإجابة خاطئة بل يوضح تأثير الحركة ذلك الجملة الرابعة يمكن تحديد مدة الانتقال يمكن تحديد مدة الانتقال أحسنت الإجابة صحيحة الجملة الخامسة يعمل العرض كاملا بشكل تلقائي أحسنت الإجابة خاطئة بل تستطيع أو تحدد كيف يعمل العرض جملة السادسة تظهر تأثيرات الحركة المطبقة على الشريحة في وقت واحد تأثيرات المطبقة على الكائنات داخل الشريحة تظهر في وقت واحد أحسنت الإجابة خاطئة بل تأثيرات الحركة المطبقة تظهر وفقا لترتيبك لظهورها يمكن تطبيق تأثير الانتقالات على جميع الشرائح كانت الجملة يمكن تطبيق تأثير الانتقال على جميع الشرائح إذا حددت تأثير الانتقال على شريحة معينة تستطيع تطبيق هذا التأثير على جميع الشرائح أحسنت الإجابة الصحيحة بالضغط على إيقونة تطبيق على الكل تدريب الثاني كان أختر الإجابة الصحيحة فيما يلي توضح الصورة مجموعة التوقيت المندرجة تحت علامة التوبوي بانتقالات داخل الشريحة في هذه الصورة أو من هذه الصورة أحد الخيارات صحيح هل هو يستغرق الانتقال لمدة 10 ثواني وتظهر الشريحة لمدة 4 ثواني إضافية أو يستغرق الانتقال 6 ثواني وتظهر الشريحة لمدة 16 ثانية إضافية أو يستغرق الانتقال ست ثواني وتظهر الشريحة لمدة عشر ثواني إضافية أو يستغرق الانتقال عشر ثواني وتظهر الشريحة لمدة ست ثواني إضافية لاحظ من خلال الصورة أن الاختيار الصحيح يستغرق الانتقال ست ثواني وتظهر الشريحة لمدة عشر ثواني إضافية اثنين أيضا توضح الصورة المندرجة في علامة تبويب حركات صورة من مجموعة التوقيت في علامة التوويض حركات لعنصر ما البدء عند النقر المدة 2 والتأخير 3 هل هذه الصورة توضح أنه يظهر بعد 3 ثواني العنصر يظهر بعد 3 ثواني بدون أي حركة أو يظهر بعد 3 ثواني وتستمر الحركة للثانيتين التاليتين أو يظهر بعد ثانيتين وتستمر الحركة للثلاث ثواني التالية أو يظهر على الفور وتستمر الحركة لثانيتين أحسنت كان الخيار الصحيح يظهر بعد 3 ثواني وتستمر الحركة للثانيتين التاليتين ثلاثة طوال مدة العرض التقديمي أحد الخيارات الصحيح هل هو يمكن تشغيل مقطع صوتي ولا يمكن تشغيل مقطع فيديو أو يمكن تشغيل مقطع فيديو ولا يمكن تشغيل مقطع صوتي أو يمكن تشغيل مقطع صوتي ومقطع فيديو على حد سواء أو لا يمكن تشغيل مقطع صوتي أو مقطع فيديو أو طوال مدة العرض التقديمي كان الخيار الصحيح يمكن تشغيل مقطع صوتي ومقطع فيديو على حد سواء أيضا في التدريب الثالث ذكرنا نختار الإجابة الصحيحة يمكنك إدراج ملفات صوت في الشريحة الأولى فقط أو في أي شريحة من العرض التقديمي أو في الشريحة الأولى والأخيرة كان الإجابة أحسنت تستطيع إدراج ملفات صوت في أي شريحة في العرض التقديمي أيضاً اثنين كل تأثير انتقالي له مدة افتراضية لا يمكن تغيير هذه المدة أو يمكن تغييرها أو هي دائماً 3.40 ثانية إذن التأثيرات الانتقالية مدتها الافتراضية هل هي 3.40 ثانية أو لا يمكنك تغيير هذه المدة أو يمكنك تغيير مدة التأثير الانتقالي حسنت الإجابة كانت يمكن تغيير مدة التأثير الانتقالي باستخدام زر خيارات التأثير يمكن عرض المزيد من الخيارات حول تأثير معين أو عرض المزيد من الحركات الرائعة أو تحديد وقت بداية الحركة كانت الإجابة الصحيحة أو الخيارة الصحيح عرض المزيد من الخيارات حول تأثير معين لا يمكنك إدراج ملف فيديو على شريحة من جهاز الحاسب أو عن طريق نسخ عنوان URL الخاص بالموقع الإلكتروني الذي يحتوي على الفيديو ولسقه على الشريحة أو من الإنترنت بالخيارات نستطيع إدراج مقطع فيديو من جهاز الحاسب وكذلك من الإنترنت بينما الخيار الثاني عن طريق نسخ عنوان URL الخاص بالموقع الإلكتروني الذي يحتوي على مقطع الفيديو ولسقه على الشريحة لا يمكننا فعل هذه الطريقة لإدراج ملف فيديو على الشريح في هذا الدرس بإذن الله سنتعلم المخططات البيانية ونصائح لعرض متميز والجزء الأول سنتعلم في هذا الدرس رسم SmartArt وتحرير رسم SmartArt ما هو SmartArt وكيف نتعامل معه؟ سنتعرف بإذن الله على SmartArt خلال هذا الدرس رسم SmartArt هل تتذكر كيفية استخدام رسم SmartArt في Microsoft Word والمخططات المستخدمة في Microsoft Excel تفيد هذه الأدوات في برنامج Microsoft PowerPoint في جمع العديد من العناصر في عرض تقديمي واحد في هذا الدرس ستثري خطة عملك عن طريق إدراج قائمة مربعة لعملاء الأعمال المحتملي بعد ذلك ستضيف مخططاً بالبيانات إلى الشرائح الخاصة بك وأخيراً ستتعلم بعض النصائح لجعل عرضك التقديمي أكثر جاذبية للمشاهدة أو للجمهور أو للمشاهد أو للجمهور في البداية لإدراج رسم SmartArt في عرضك التقديمي نضغط على الشريحة التي نريد إدراج SmartArt إليها بعد ذلك من علامة تبويب إدراج ومن مجموعة رسومات توضيحية أضغط على SmartArt إذن في البداية نحدد الشريحة التي نريد إضافة SmartArt إليها بعد ذلك من علامة تبويب إدراج من مجموعة رسومات توضيحية نختار SmartArt بعد الضغط على SmartArt ستظهر لنا قائمة اختيار أو نافذة اختيار رسم SmartArt نستطيع في نافذة اختيار رسم SmartArt في الجزء الأيمن الاطلاع على جميع رسومات SmartArt الموجودة والتي يوفرها برنامج مايكروسوفت باوربوينت نستطيع اختيار مثلا من قائمة مربعات عمودية Vertical Box List أضغط على موافق بعد تحديد قائمة مربعات عمودية بعد تحديد الرسم أو SmartArt الذي نريد إدراجه إلى الشريحة نضغط على موافق سيتم إضافة SmartArt إلى الشريحة بشكل مباشر إذن في البداية بعد الضغط على قائمة نختار قائمة مربعات عمودية بعد ذلك نضغط على موافق هنا في قائمة مربعات عمودية في الشرح أو في الجزء الخاص بالشرح إذا كنت لا تعرف ما رسم SmartArt المناسب للمعلومات التي تريد تقديمها ابحث هنا حيث يوجد وصف تفصيلي لكل مخطط أو لكل SmartArt تريد استخدامها أو موجود في البرنامج بعد ذلك سيتم إدراج رسم SmartArt إلى الشريحة الخاصة بك أو في الشريحة الخاصة بك أيضا تستطيع الضغط على كل مربع والكتابة داخل هذا المربع على سبيل المثال كتبنا ثلاث فئات أو فئات القائمة المحتملة الطلبة المعلمون طاقم الإدارة أو الطاقم الإداري على سبيل المثال تطبيق عملي على إدراج رسم SmartArt بعد فتح العرض التقديمي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت وتحديد الشريحة التي نريد عمل أو إدراج رسم SmartArt إليها بعد ذلك من قائمة إدراج مجموعة رسومات توضحية نختار SmartArt بعد الضغط على SmartArt ستفتح نافع أو ستظهر نافذة اختيار رسم SmartArt في خيار الكل تستطيع الاطلاع على جميع رسومات SmartArt التي يوفرها البرنامج من قائمة نلاحظ في الجزء الأيسر بعد الضغط على SmartArt معاينة لهذا SmartArt بعد تحديد مثلا قائمة مربعات عمودية نلاحظ في الوصف بعد ذلك بالضغط على موافق سيتم إضافة SmartArt إلى الشريحة نستطيع تغيير اتجاه أيضا كتابة الفئات بالضغط على المربع طلب المعلمون الإدارة على سبيل المثال تستطيع تغيير حجم تصغير أو تكبير حجم SmartArt هذا شكل SmartArt النهائي أيضا يمكنك تنسيق رسم SmartArt ليبدو جميلا وملائما لذوقك الشخص ولتحقيق ذلك يمكنك استخدام علامتي تصميم SmartArt وتنسيق أسفل شريط أدوات SmartArt تحرير رسم SmartArt وفي بعد إضافة SmartArt وتحديده ستظهر علامة تبويب تصميم SmartArt تحتوي على مجموعة من العيقونات العيقونة الأولى إضافة شكل إذا أردت إضافة المزيد من الأشكال إلى رسم SmartArt اضغط على السهم الصغير بجوار إضافة شكل بعد ذلك ستظهر قائمة تستطيع إضافة شكل بعد أو إضافة شكل قبل أيضا تستطيع في أزرار تحريك لأعلى وتحريك لأسفل تغيير ترتيب رسم SmartArt عن طريق الضغط على الزرية التحريكي لأعلى Move Up والتحريك لأسفل Move Down أيضا تستطيع من خلال هذه الأيقونة تجربة أنماط SmartArt المختلفة لاختيارها المناسب منها كذلك تستطيع تغيير الألوان من أيقونة تغيير الألوان لجعل رسم SmartArt أكثر حيوية داخل الشريح كذلك تستطيع من خلال أنماط SmartArt استخدام أنماط مختلفة من الأنماط التي يوفرها برنامج Microsoft PowerPoint لجعل الرسم أفضل تطبيق عملي على تحرير رسم SmartArt بعد فتح العرض التقديمي وتحديد SmartArt الموجودة على الشريحة ستظهر قائمة نلاحظ بعد تحديده ستظهر قائمة تصميم SmartArt وأيضا قائمة تنسيب تحديدها قائمة SmartArt تستطيع إضافة شكل إلى SmartArt شكل بعد أو شكل قبل أيضا نلاحظ شكل قبل أو شكل بعد كذلك تستطيع تغيير الاتجاه من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين أيضا نلاحظ تغيير الاتجاه تجاه الرسم تستطيع أيضا من خلال تخطيطات اختيار SmartArt مناسب سيتغيير بين SmartArt تستطيع تغيير الألوان كذلك لجعل العرض التقديمي أكثر حيوية بمجرد تمرير الفارع على أحد هذه الألوان سيتغيير لون SmartArt أيضا تستطيع اختيار نمط من الأنماط الموجودة والتي يوفرها البرنامج بالضغط بزر الفارع العيسر على أحد هذه الأنماط سيتم تطبيقها بشكل مباشر تذكر أنك تستخدم SmartArt عادة لإظهار شيء ما لذلك حافظ على البساطة والوضوح لأن استخدام الكثير من الألوان والأنماط قد يكون مربكا في بعض الأحيان أيضا لتحرير رسم SmartArt تستطيع حذف شكل من الأشكال الموجودة في SmartArt أو تغيير حجم العناصر SmartArt الموجودة تطبيق عمليا على تحرير رسم SmartArt بعد فتح العرض التقديمي وتحديد الشريحة الموجود فيها الرسم تستطيع تغيير حجم الرسم كما نشاهد أيضا بالتحديد والضغط على زر Delete تستطيع حذف أحد العناصر الموجودة داخل SmartArt تستطيع مجرد التحديد والضغط على زر Delete سيتم حذف العنصر المختار يمكنك العثور على الكثير من الخيارات المضمنة في علامات التبويض والمجموعات بضغط زر الفار الأيمن على أحد العناصر الموجودة داخل الشريحة نصل إلى تقويم الدرس ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أو علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي أولا تستطيع إضافة المزيد من الأشكال إلى رسم SmartArt بعد إدراجه الإجابة حسنت، الإجابة صحيحة لا يمكنك تغيير ترتيب رسم SmartArt أيضا بعد إدراجه أحسنت، الإجابة خاطئة، بل يمكنك تغيير ترتيب تستطيع حذف شكل من رسم SmartArt بعد إدراج هذا الرسم أحسنت، الإجابة صحيحة تعلمنا في هذا الدرس درس المخططات البيانية ونصائح لعرض مميزة جزء الأول، رسم SmartArt وتحرير رسم SmartArt شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم